السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى شرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد القائل الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمون من في الأرض يرحمكم من في السماء عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد أيها الحبة الفضل نجتمع في هذه الليلة المباركة في هذا اليوم الفضيل على مائدة من موائد السنة النبوية وكتاب عظيم جليل من المؤلفات التي صنفها علماؤنا الأفذاذ وانتفعت بها الأمة جيلا بعد جيل ومثل هذه المجالس لتعيد إلى الأمة سعادتها وفرحتها باجتماع طلاب العلم على الحديث النبوي سماعا وإسماعا ومدارسة وقراءة ورواية ودراية نقرأ بإذن الله عز وجل هذا الكتاب العظيم وهو عمدة الأحكام وقبل البدء في إقرائه نذكر مقدمتين إثنتين أولا التعريف بالمصنف اسمه ونسبه هو الإمام الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور الجماعي المقدسي ولادته ونشأته ولد بجماعيل من أرض نابلس سنة إحدى وأربعين وخمسمائة من الهجرة ونسب لبيت المقدس لقرب جماعيل منها ثم انتقلت أسرته إلى الشام وبها نشأ حياته العلمية ورحلاته اتجه إلى طلب العلم في سن مبكرة فتتلمذ على عميد أسرته أبو عمر المقدسي ثم تتلمذ على شيوخ وعلماء دمشق فأخذ عنهم الفقه وغيره ثم بعد ذلك كانت له رحلات علمية جاب خلالها كثيرا من البلاد وسمع فيها بدمشق والاسكندرية وبيت المقدس ومصر وبغداد وحران والموصل وأصبهان وهمذان وغيرها من البلاد حفظه وثناء العلماء عليه قال الحافظ الضياء وهو من تلاميذه كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبينه وذكر صحته وسقمه ولا يسأل عن رجل إلا قال هو فلان ابن فلان الفلان وذكر نسبه وأما ثناء العلماء عليه فقد وصفه جمع من العلماء بأوصاف تدل على تمكنه من علم الحديث ورجاله وصفاء سريرته وصلابته في السنة واتباعها وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وغضبه إذا انتهكت حدود الله مصنفاته له العديد من المصنفات بلغت أكثر من خمس وأربعين مصنفا وأما وفاته رحمه الله فقد توفي بمصر يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول عام ستمائة من الهجرة وله من العمر تسعة وخمسون سنة فرحمه الله تعالى رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف فاسم هذا المصنف الذي سنقرأه هذه الليلة بإذن الله عز وجل عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ويسمى عمدة الأحكام الصغرى تمييزاً لها عن عمدة الأحكام الكبرى التي صنفها الحافظ عبد الغني نفسه ويسمى اختصاراً عمدة الأحكام أو الأحكام الصغرى عدد أحاديثه لا تزيد أحاديثه عن خمسمائة حديث في معظم المخطوطات والنشرات التي نشرت له ويعد هذا الكتاب من أقصر الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام تراجمه وهي نوعان تراجم كلية إجمالية وتراجم جزئية تفصيلية أما النوع الأول وهو التراجم الكلية الإجمالية ذكرها بقوله كتاب مثل كتاب الطهارة أو كتاب الصيام أو كتاب الحج إلى آخره وعددها في هذا المصنف تسعة عشر ترجمة أولها كتاب الطهارة وآخرها كتاب العتق أما النوع الثاني تراجم جزئية تفصيلية ذكرها بقوله باب ومثل قوله باب المواقيت وباب صدقة الفطر إلى آخره وعددها ثلاث وستون ترجمة أولها باب الاستطابة وآخرها باب الأضاحي منهجه رحمه الله تعالى في هذا المصنف ذكر في مقدمته أنه اختصر جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم ولابد للحديث المذكور في هذا الكتاب أي العمدة من استكمال أربعة شروط الشرط الأول أن يكون الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح بخلاف ما أخرجاه خارج الصحيح الشرط الثاني أن يكون الحديث مرويا عندهما مسندا أي بالإسناد المتصل بخلاف ما رواه أحدهما معلقا الشرط الثالث أن يكون عن صحابي واحد بخلاف ما رواه عن صحابيين اثنين الشرط الرابع والأخير أن يكون الحديث عندهما باللفظ أو المعنى شروحه له العديد من الشروح في مختلف المذاهب الفقية فكثير من علماء المذاهب الفقية ألفوا شروحا له وهي ما بين مختصر ومتوسط ومطول وكذلك ما بين قديم وحديث وكذلك ما بين مسموع ومكتوب والمكتوب إما مخطوطا أو مطبوعة ومنها على سبيل المثال إلى الحصر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد وعليه حاشية نفيسة للصنعاني صاحب سبود السلام الإعلام في عمدة الأحكام لابن الملقن تيسير العلام للشيخ عبد الله البسام الإفهام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرها من الشروح لمشايخنا المعاصرين أو ممن سلف من أهل العلم رحم الله الجميع أيها لحبة المنهج العام في هذا الدرس أن يكون الأصل هو إمرار الكتاب وسماعه وروايته ويكون التعليق فرعا عن ذلك فيكون التعليق يسيرا لأمر قضية إنهاء الكتاب في الوقت المحدد لأنه حدد لكم بإذن الله عز وجل أن يتم لنا سماع هذا الكتاب ونسمعه ونرويه إن شاء الله في ثلاثة مجالس المجلس الأول إلى قبيل المغرب والمجلس الثاني يبتدئ من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء وإن شئتم أضفنا عشر دقائق أو نزيلها حسب الاتفاق معكم إن شاء الله في وقته والمجلس الثالث هو من بعد صلاة العشاء حتى نختم الكتاب بإذن الله عز وجل نعم قبل البداية نستمع إلى السند ثم نبدأ إن شاء الله في قراءة الكتاب بإذن الله عز وجل الحمد لله يا ربي العالمين والصلاة والسلام على أشرهم بي ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم تسليم اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين قلتم حفظكم الله في إجازة يومة الأحكام في معالم الحال الحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام ما اتفق عليه شيخان بخاري ومسلم للحافظ عبد الغني بن الواحد المقدسي المتوفى سنة ستمائة الهجرة رحمه الله قلتم حفظكم الله ما أخبرنا به شيخنا شيخ المحدثين المسندين محمد إسرائيل بن محمد السلفي الندوي بقراءتي لأوله وسماعي باقيه قال أخبرنا علامة عبد الحكيم الجيري الجوري إجازة عن نذير إجازة عن نذير حسين عن الشا محمد إسحاق عن جده الشا عبد العجيز عن أبيه الشا ولي الله عن أبي طاهر الكوراني والتاج القلعي كلاهما عبد الله البصري وأحمد النخلي قلعي وحسين العجمي ثلاثتهم عن الشمس محمد معلاء البابلي سماعا لأوله وإجازة لباقيه عن إبراهيم اللقاني قال أخبرنا سالم السنهوري قراءة عليه إلى الزكاة وأجازتها من باقيه حاو بإجازة القلعي العالية عن البابلي وهو عالي عن السنهوري قال وقراءتها جميعا على شيخنا النجم الغيطي قال قراءتها على شيخنا شيخ السلام ذكرية قال قراءتها على لضوان العقبي قال أخبرنا أبو الطاهر الربعي المعروف بابن الكويك عن محمد ينبكر محمد بن عبد الدائم قال أخبرنا جدي قال أخبر المؤلف حاء واخبرنا عاليا شيخنا الشيخ السيد سليمان بن محمد بن عبد الوهاب الاهدل سماعا عليه لجميعه وعرضا لبعضه قال أخبرنا محمد بن صديق البطاح قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي الوجي عبد الرحمن بن سليمان الاهدل قال أخبرنا والدي عبد الباقي قال أخبرنا والدي الوجي عبد الرحمن الاهدل قال أخبرنا والدي سليمان بن أحيا بن عمر الاهدل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مقبول الاهدل قال أخبرنا يحيى بن عمر الأهدل قال أخبرنا أبو بكر بن علي البطاح قال أخبرنا يوسف بن محمد البطاح قال أخبرنا الطاهر الحسين الأهدل قال أخبرنا نفيس الدين سليمان بن إبراهيم علوي قال أخبرني والدي قال أخبرني الحافظ أبو الحجاج المزي قال أخبرني الفخر بن المخاري قال أخبرني مؤلفه حاء أرويه عاليا جدا عن شيخنا محمد بن عبد الرحمن بن سحاق آل الشيخ سماعا عليه لجميع حمد بن فارس بن رميح عن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب عن جده لإمام محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن سيف عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي البعلي الحنبلي عن والده عبد الباقي تقي الدين بن عبد الباقي البعلي عن الحنبلي الدمشقي عن شهاب الدين أحمد بن أبي الوفاء بن مفلح الحنبلي الشهير بالوفاء عن الشرف أبي النجام موسى بن أحمد الحجاوي عن عمر بن مفلح عن أحمد بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي عن صلاح الدين محمد بن أبي عمر المقدسي الصالحي الحنبلي عن أبي الحسن علي بن أحمد عبد الواحد المقدسي الحنبلي المعروف بالفخر بن البخاري وهو عن المؤلف الإمام الحافظ أبي محمد عبد الاغني المقدسي الجماعلي الحنبلي أقول إخوان قبل البدء فيه تنبيه وقضية أن هذا المجلس الأصل فيه كما ذكرنا الرواية والسماء وبناء عليه ينبغي لكل حاضر أن يضبط سماعه بحيث إذا خرج أو دخل أثناء القراءة يكون قد فاته شيء من الحديث فيضبط هذا الفوت حتى انتسر له قضائه في يوم ما فيكون الحضور على عدة طباق الطبق الأولى هو من سمع الكتاب كاملا فهذا يقول عن نفسه أو يذكر عنه أنه سمعه كاملا وناس فاتهم بعض الأحاديث إما دخولهم أثناء قراءة المجلس أو خروجهم أثناءه وعودتهم أثناء المجلس في من فاته شيء يسير من الحديث فيقول سمعته بفوت يسير سمعته بفوت يسير أما من حضر بعضه أو جزء منه فيقول سمعت بعضه أو جزءه أو سمعته بفوت كبير بفوت كبير فنعمل من الأخوة الحرص على قضية أنه يعني يضبط قضية السمع استين بالله وتوكل الله نقرأ المقدمة وبأسيني ذيكم حفظكم الله تعالى للمؤلف رحمه الله تعالى أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي قال حافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سوري المقدسي رحمه الله الحمد لله ملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له رب السماوات وأرض وما بينهما العزيز الغفار وصل الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار أما بعد فإن بعض إخواني سألني اقتصارا جملة في أحديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم الحجاج القيش القشيري النيسابوري فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه فإنه حسبنا ونعم الوكيل كتاب الطهارة عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وفي رواية بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه في هذا الحديث هذا حديث يعتبر مبتدأ كل مصنف فيحرص على البدء بهذا الحديث وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام نعم وعن أبي رأس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدثت حتى يتوضى هذا الحديث هو الأصل في اشتراط الطهارة للصلاة وفيه جملة من الفوائد منها أن الأعمال منها مقبول ومنها مردود لقوله لا يقبل الله ومن الفوائد أن الطهارة شرط لصحة الصلاة فرضا كانت أو نفلا نعم وعن عبد الله بن عمري بن العاصي وعيشت رضي الله عنهم قالوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار هذا الحديث أصل في وجوب إسباغ الوضوء ومعنى إسباغ الوضوء تعميم أعضاء الوضوء بالماء بحيث لا يترك موضعا مما يجب غسله وفي هذا الحديث من الفوائد تغيير المنكر باللسان ببيال الحكم والوعيد ومنها وجوب إسباغ الوضوء ومنها وجوب غسل العقب نعم وعن نبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ما أنتم لينتثر ومن يستجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومين فليغس يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ المسلمين فليستنشق من خريه من الماء وفي لفظ من توضى فليستنشق وعن نبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب وفي هذا الحديث من الفوائد تحريم البول في الماء الدائم ومن الفوائد جواز البول في الماء الجاري إلا أن يكون فيه تقديرا له نعم وعن نبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شريب الكلب في إناء أحدكم فليغسره سبعا ولمسلمين أولاهن بالتراب ولهم في حديث عبد الله بن مغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب لإناءه فأغسره سبعا وعفره الثامنة بالتراب وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل أمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل تاري جديه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل تاري جديه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وعن عمر بن حلمازي عن نبيه قال شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيدي عن موضوع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتوري مما فتوضأ له موضوع النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التوري فمضى والسنشق والسنثرة ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يده مرتين المفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهم وأدبر مرة واحدة ثم غسى رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع المكة الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر والتور شبه الطست في هذا الحديث من الفوائد تبليغ العلم بالقول والعمل تبليغ العلم بالقول والعمل وفيه أيضا أنه يجزء في الاقتداء المقاربة فلا تجيب المماثلة يكون قريب من ذلك نعم أحسن الله عليكم وعن عائشة رضي الله عن ما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعوله وترجوله وطهوره وفي شأنه كله وعن نعيم المجبل عن نبيه رأيت رضي الله عنه عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجرين من آثار وضوه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي لفظ المسمي رأيت أباه رأيت يتوضى فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل وجهه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجرين من آثار وضوه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي لفظ المسلمين سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هذا فيه فضل إسباغ الوضوء نعم باب الاستطابة عن أسف مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إذا دخل الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث بضم الغاء والباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشيطان وإناثهم وعن أبي أيوب أنصر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقد من الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فأنحرفوا عنها ونستغفروا الله عز وجل الغائط الموضوع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاصة اسمه والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي وعن عبد الله بن عبد الخطاب رضي الله عنه وما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وعن أسمالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل خلا فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء العنزة الحربة الصغيرة وعن أبي قتادة الحاذ من ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهي وبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء وعن عبد الله عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهم لا يعذباني وما يعذباني في كبير أما أحدهما فكان لا يستر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريزة رطبة فشقها النصفين فغرز في كل قبل واحدا فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس باب السواك وفي هذا الحديث من الفوائد إثبات عذاب القبر وكذلك أيضا أن عدم الاستبراء من النجاسات سبب لهذا العذاب وأيضا فيه من الفوائد تحريم النميمة بين الناس وأيضا لا يشرع لأحد أن يفعل ذلك لأي قبر لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بوحي من الله بوحي من الله نعم أحسن الله إليكم لو أن نبي روس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعن حذيف ابن اليما رضي الله عنهما قال كان نبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بستواك يشوص معناه يغسل يقال شاصه يشوصه وماصه ويموسه إذا غسله وعن عائش رضي الله عنه قال الدخل عبد الرحمن بن أبي بكر عن نبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك الرطم يستن به فبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرة فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى ستنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته وينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك فأشار برأسي أن نعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه ومن فوائد هذا الحديث محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وأنه من هديه وسنته وأيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يستخدم السواك أكثر من شخص نعم وعلى نبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك فقال وطرفوا السواك على لسانه يقال أع أع واستواك فيه كأنه يتهوع أع أع أو هع هع هذي كلها حكاية إيش حكاية الصوت فالراوي يرويها بما سمع نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله باب النساء الخفين عن المغيرة من شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفين فقال دعما فإني أدخلتهما طاهرته فمس عليهما وأن حذيف تبني لما رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبالا فتوضى ومس على خفينه مختصر باب في المذي وفيه جواز مشروعية المسح الخفين بخلاف الرافضة نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله باب في المذي وغيره عن علي بن بي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته فأمرت المقداد من الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضى ويل بخاري ويغسل ذكراك وتوضى ولي المسلمين توضى وانضح فرجك وعن عبادي بن سميمين عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وعن أم قيسي بنت محصن الأسدية أنها أتت ببن الله صغير لما أكي الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجري فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه ولم يغسل وعن عشته أممين رضي الله عنها قالت أثي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبيه فبال على ثوبه فدعى بماء فأتبعه إياه ولمسلمين فأتبعه بوله ولم يغسل عن أنس مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة مسجد فزجره الناس فنعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه وعن نبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحتاد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتسف الآباط باب الجنابة عن نبي هرأة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب فقال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جيت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجلسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وفي هذا الحديث أن المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا نعم سلام عليكم وعن عشت رضي الله عنه ما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوه للصلاة ثم اقتسل ثم يخل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرة وفضى عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أقتس أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنه واحد نقترف منه جميعا وعن ميمونة ابنة الحار في زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيميني على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمضه استنشق وغسل وجهه وذراعه ثم أفض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجيه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر الخطاب قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد من الفوائد هذا الحديث جواز نوم الجنوب إذا توضأ جواز نوم الجنوب إذا توضأ والأولى الغسل قبل النوم والأولى الغسل قبل النوم نعم حسن الله عليكم وعن 집نات زيوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم مسلم من إمرأة أبي طلحة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحن من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء وعن عشر رضي الله عنهما قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج رصات وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ المسلمين لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وعن نبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي لفظه أن لم ينزل وعن نبيه جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو أبوه عند جاء بن عبد الله الحديث السابق إخوان وجوب الغسل من إلاج الذكر في الفرج إذا لم ينزل وقد يخفى هذا الحكم على بعض العوام فوجب التنبيه يخفى هذا الحكم على بعض العوام لأن بعضهم يعتقد أنه لابد من الإنزال نعم حسن الله عليكم وعن نبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن نبي طالب أنه كان هو أبوه عند جابر عبد الله وعنده قومه فسأله عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان نبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي نبي طالب أبوه بن الحنفية وفي هذا الحديث فيه مشروعية الإنكار على من خالف السنة فيه مشروعية الإنكار على من خالف السنة نعم صلى الله عليكم قال رحمه الله باب التيمم عن امران حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلا ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ما قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك وعن امران حسين رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرأت في الصعيد كما تمرأت دابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرى بيده الأرض ربطة واحدة ثم مسح الشماء أعلمين وظاهر كفيه وجهه التيمم يرفع الحدثين الأكبر والأصغر إذا عدم الماء أو في حكم عادم الماء نعم وعن جابر عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل نصرت بالرعب مسيرة شهن وجعت للأرض مسد وطهورة فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وأبعث إلى الناس عامة باب الحيض عن عاش رضي الله عنهم أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاقصلي عنك الدم ثم صلي وعن عاش رضي الله عنهما أن أم حبيبة تستحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة وعن عاش رضي الله عنهما قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناعي في الحديث السابق أن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة وسائر العبادات بخلاف دم الحيض نعم وعن عاش رضي الله عنهما قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إنا واحد كلا أنا جنوب فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حيض وكان يخرج رأسه إليه ومعتكهم فأغسله وأنا حيض وعن عاش رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكو في حجري وأنا حيض فيقرأه القرآن وعن معاثة رضي الله عنهما قالت سألت عايس رضي الله عنها فقلت ما بال الحال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرية أنت قلت لست بحرية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كتاب الصلاة باب المواقيت محسن تبارك الله فيك وبأسانيدكم حفظكم الله المقدسي في كتابه عمزة الأحكام قال كتاب الصلاة باب المواقيت عن أبي عمر الشيباني واسمه سعد بن عياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بالمسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني انفويد هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل نعم أحسن الله عليكم على إيش رضي الله عنه قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغالس المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف متلفعات ملتحيفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل فيه جواز حضور النساء في المساجد مع عدم الفتنة أحسن الله عليكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا وإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخرى والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغالس وعن أبي المنهال سيار بن سلامة أنه قال دخلت أنا وأبي على أبي برطة الأسلامي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهاجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغدات حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلمين شغلونا عن الصلاة الوسطى سأ صلاة العصر ثم صلىها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى حمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حش الله أجوافهم وقبورهم نارا فيه أن من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها وفيه جواز الدعاء إلى الظالم نعم أحسن الله عليكم وحضر العشاء فابدعوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان يؤخذ من هذا الحديث أن الخشوع مطلوب في الصلاة نعم نحسن الله عليكم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن العاصي وأبي هريرة وسامرة بن جندب وسلامة بن الأكوع وسلامة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرتواب أممت الباهلي وعمر بن عابسة السنمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى أكادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان أو بطحان فتوضى للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب باب فضل الجماعة ووجوبها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبعين وعشرين درجة وعن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضى فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة أو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فوائد هذا الحديث أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال فمن تركها يأثم وكذلك فيه فضل صلاة العشاء والفجر وفيه من الفوائد أن كل الصلوات ثقيلة على المنافقين وأثقلها صلاة العشاء والفجر نعم أحسن الله ولك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال بقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لا تمنع إماء الله ما سجد الله فيه شدة غيرة السلف الصالح على نسائهم مع انتشار الخير في ذاك الزمان نعم أحسن الله ولكم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعات وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعات ففي بيته وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وعن عشت رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهد منه على ركعتين الفجر وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها باب الأذان والمقصود بركعتين الفجر هي أشياء السنة القبلية نعم أحسن الله وليكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أمر بلاد أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وعن أبي جحيبة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من آدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة فيه من الفوائد مشروعية قصر الرباعية ركعتين في السفر وفيه أيضا استحباب السترة أمام المصلي نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول باب استقبال القبلة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض وفي هذا جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة ولشيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رسالة نفيسة عنوانها تحفة القافلة في حكم الصلاة على الراحلة وقد سمعتها عليه كاملا بقراءتي عليه رحمه الله وأجازني بها وأنا أجيزكم بها نعم قبلنا جزاك الله خير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا استقبلنا أنسا حين قادم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعله لم أفعله باب الصفوف عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وعن النعمان ببشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوونا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوونا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأن جدتهم وليك تدعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صناعته فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بما فقام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فقامني عن يميني وأقام المرأة خلفنا اليتيم قيله وضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة من فوائد أخوان أرض الحديث وسماعه وإقراؤه كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره فكلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث نصلي عليه عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله عليكم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال بيت عند خاتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقام لي عن يمينه باب الإمام عن أبي هريث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورةه صورة حمار وعن أبي هريث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حميده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ووشاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصر فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حميده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصر رضي الله عنه أنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حميده لم يحن أحد مننا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقعوا سجودا بعده وعن أبي حريض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمل الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وعن أبي حريض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء وعن أبي مسعود للأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجلي في الفلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة ما هو ضابط الإجاز في الصلاة أخوان صلاة الجماعة هو فعله عليه الصلاة والسلام فهو أرحم الخلق بالخلق نعم أحسن الله ولكم باب صبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي حريض رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكته نيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد والحاق للتعليق على حديثه بمسعود الأنصاري في التخفيف هنا يفعله ما يفعله بعض الأئمة من قراءة رصار الصور في صلاة الفجر زعماً منهم أنهم يقففون على الجماعة وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان من دأبه أن يقرأ السجدة والإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة فعلى الذي يريد أن يخفف عن الناس أن يستنى بسنة النبي ويهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائداً وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن يفترش الرجل ذراعي افتراش السابع وكان يختم الصلاة بالتسليم وهذا الحديث من أدلة كون البسملة ليست آية في الفاتحة فكانت تسمع يقرأ بالحمد لله فدل على أن الاستحباب هو قراءة البسملة سراً لأنها ليست من الفاتحة بخلاف من قال غير ذلك نعم أحسن الله وليكم وعلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ورفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وطراف القدمين وعن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وعن مطرف بن عبد الله رضي الله رحمه الله رضي عنه وأبيه قال صليت خلف علي بن أبي طالب قال أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من ركتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه وعنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما أخال القيام والقعود قريبا من السواء وعن ثابت البناني رضي الله عنه وعن أنس بن المالك رضي الله عنه أنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع تصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة ما كثى حتى يقول القائل قد نسي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال صجاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا قال إني لو صلي بكم وما أرد الصلاة وصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض وعن عبد الله بن مالك بن بوحينة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بيض إبطي وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه قال نعم وعن أبي قتاز الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي قالها ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسنه غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تتعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفعل ذلك في صلاتك كلها باب القراءة بالصلاة بعض الحديث لها أسماء كحديث جبريل وغير ذلك فهذا الحديث ما اسمه مشهور حديث المسيح في صلاته نعم سأنتم السلام عليكم قال وعن عبد الله عن عباة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وعن أبيقة تلان صيضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه صلى الله عليه وسلم وعن عشت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد فلم نعرجعوا ذكروا ذلك ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صبة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذن فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يوشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ باسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها باب سجود السهو عن محمد بن سيرين عن أبي هرية رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدى صلاتي العاشي قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبوها بالمسجد فقالوا قصرة الصلاة وفي القوم أو بكر وعمر فهبا أن يكلما وفي القوم رجل في يديه طول يقاوله ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت قصرة الصلاة قال لم أنس ولم تقصر فقال كما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم وعن عبد الله بن بحينتان وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس وتسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم باب المرور بين يدي المصلي عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصار يضي الله عن ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يدي قال أبو النظر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء فلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال أقبلت راكبا على حمال أتان وعن يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار فمرت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتعوا ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد وعن عيشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح باب جامع عن أبي قتادة بن ربعين الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي أركعتين وعن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا الله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وعن عبد الله بن عمر وأبي هرية رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنه قال إذا اشتد الحر فأبى فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك واقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وعن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جابر رضي الله عنهم كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه وعن نبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثومن وبصلا فليعتزلنا أو قال وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضارات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر مما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلم نعرآه كره أكلها أكلها قال أكل فإني أناجي من لا تناجي حكمة النهي يا أخوان هي أذية الملائكة والمصلين فيلحق به أي بالنهي كل ذي أذى يلحق به كل ذي أذى يقول فإني أناجي من لا تناجي من يقصد جبريل نعم حسن الله عليكم وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقرب النمسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم باب التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلموني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وفي نفض إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي لظل مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه وعن عبد الله بن عمر بن عاصي وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وعن عيش رضي الله عنها أن قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي باب الوتر يستحب يا أخوان أن يكثر من هذا الدعاء يحفظه طالب العلم يكثر من هذا الدعاء نعم أحسن الله عليكم باب الوتر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما أنه قالت سأذى عدل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنا مثنا فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا عن عيش رضي الله عنها أنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ووسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر وعن عيش رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركع يتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها باب باب الذكر عقيب الصلاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكفير عن وراد المولى المغيرة بن شعبة أنه قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وعن سمي المولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح للسمان عن أبي هريت رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين في هذا الحديث من الفوائد رغبة الصحابة في الخير وتنافسهم في الأعمال الصالحة وكذلك فضل هذا الذكر المذكور في هذا الحديث وكذلك أيضا فيه فضل الإنفاق في سبيل الله وأنه من أسباب رفعة الدرجات نعم أحسن الله إليكم وعن عيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصر فقال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي الخميصة كساء مربع له أعلام والأنبجانية كساء غليظ باب الجمع بين الصلاتين في السفر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاب باب قصر الصلاة في السفر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاننا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك باب صلاة الجمعة عن سهل بن سعد للسعدي رضي الله عنه قاريت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل ثم رفع فنزل القهقر حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاتي ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا أو لتعلموا صلاتي وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقر في هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه نعم حسن الله لكم وعن أبي هريت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لاميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس وعن جاء بن بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فاركا ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين وعن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وفيه الصدقة مقبولة عند الله عز وجل وإن قلت نعم وعن سلمة بالأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي رواية كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي باب صلاة العيدين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة وعن البراه بن عازب رضي الله عنه ما أنه قال خطبا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال أبو برد بن نيار خال البراء بن عازب خال البراء بن عازب يا رسول الله نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم وأكل وشرب وأحبت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا أو عناقا هي أحب إلي من شاتيني أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك عن جند بن عبد الله البجير رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصليها فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله وعن جاب رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا ذن ولا إقامة ثم قام متوكيا على بلان فأمر بتقوى الله عز وجل وحتى على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى آت النساء فوعظهن وذكرهن وقال صدقنا فإن كنا أكثر حاط بجهنم فقامت امرأة من سطة الناس سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرنا الشكاة أو الشكاة وتكفرنا العشير قال فجعلنا يتصدقنا من حلي إن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن وعلم يعطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين وفي لظهن كنا نؤمر وأن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعو بدعائهم ثم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته باب صلاة الكسوف عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة والصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وعن أبي مسعود عقبة بن عمر للأنصاري البدري رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فاطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركاعات وأربع سجدات وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأنه قال خزبت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وهذه يا أخوان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي آيات فينبغي أن لا تخرج عن سياقها بحيث تكون ظواهر كونية كما يقول بعض الإعلاميين ويجتمع الناس لتصويرها والنظر إليها إنما الواجب على المسلم الفزع إلى الصلاة ويظهر الانكسار بين يد الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتبقى هي آية والقصد منها التخويف للعباد وإن استطاع بعض البشر أن يحسبها بالحسابات الفلكية فالمقصود منها الآية كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم باب صلاة الاستسقام عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول لداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيما بالقرات وفي لفظ إلى المصلى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغثنا قال فارفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم ناغثنا اللهم ناغثنا اللهم ناغثنا قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزاعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يمسكها فادعو الله يمسكها عنا قال فارفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطول لاوذيته من نابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشيه في الشمس قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري الضراب الجبال الصغار باب صلاة الخوف عن عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامي فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاءها العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة وعن جابر بن عبد الله لأنصى رضي الله عنه ما أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نحر العدو فلم ناقض النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه إن حجر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم نسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بيمرائهم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاء كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث تشرع صلاة الغائب في من لم يصلى عليه نعم أحسن الله عليكم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية فيض ليس فيها قميص ولا عمامة عنهم يعطية الأنصارية رضي الله عنها قال الدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو قال أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو قال شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها به تعني إزارة وفي رواية أو سبعة وقال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها وأنهم معطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع راحلته فوقصته أو قال فأوقصته أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا وفي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه الواقص كسر العنق عن أم عطية الأنصارية قالت بنهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وعن أبي رت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة أو الجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضاعونه عن رقابكم وعن سمرت بن جند بن رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارئة من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة أرأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك وبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أبيه عدة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد الحضور الجنائز أيها الحبة فيه الفضل المذكور في هذا الحديث فله قيراطان من صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن والمصلحة تكون لمن أيها الحبة للمصلي فالمصلي والتابع للجنازة ينتفع من هذا العمل بأمرين الأول هو الأجر هذا الأجر العظيم المترتف في هذا الحديث والثاني هو ماذا؟ أيوة ترقيق قلبه وموعظته ولذلك جاءت الحاديث والنصوص بالتذكير بالموت وهذا من تذكير الإنسان بالموت الذي لا يحضر الجنائز ولا يتبع الجنائز يكون في غفلة عن الموت والذي يصلي على الجنائز يراها رأي العين وتذكر الموت وإذا ذهب إلى المقابر ازداد تذكره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة فعلى العبد وعلى طالب العلم على وجه الخصوص أن يعتني بهذا الأصل وهو قضية ترقيق قلبه والحرص على ترقيق قلبه ومما يؤسف له حرص الناس في هذه الأزمنة على قضية العزاء فقط فتجد الإنسان إذا سمع أن أحدا قد مات لا يحرص على الصلاة عليه بل يذهب إلى العزاء وربما يسافر لأجل العزاء فينبغي علينا يا أخوة أن نأخذ بالهدي النبوي هدي النبي عليه الصلاة والسلام بأن نشتهد في الصلاة على الجنائز ومتابعتها حتى تدفن ويكون هذا المكان للعظة والعبرة لا للقاء والسلام والابتسامات وغيرها كما يفعله بعض الناس هداهم الله فيكون المقبرة مكانا لتبادل الأحاديث وغيرها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا مقبلة عليه وأن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد